السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلا وغلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلا والله أنا زي كل البنات حلم أني أتزوج ويكون عندي بيت وزوج وأستقر ويكون عندي أولاد وحياة بسيطة وسعيدة لأني أنا إنسانة غير متكلفة قنوعة جدا أرضى بالقليل وأقتنع بأي شي عادي بس لأني كنت أبغى أستقر بعد كل الظروف اللي أنا مريت فيها في حياتي مع أبوي وزوجتها وعيال زوجتها كان بس همي أني أنا بس أستقر طبعا بعد وفاة أمي بكم شهر أبوي تزوج واحدة مطلقة وعندها أربع أولاد وأنا كان عمري أيامها 12 سنة وعندها ولد أكبر مني بسنتين والباقين يعني صغار تسع سنوات سبع سنوات أصغر واحد كان أربع سنوات فبحكم أني أنا بنت ووحيدة أبوي كنت طبعا مسؤولة عن ولدها الصغير كنت مسؤولة عن ترتيب البيت غسيل الملابس هي بس اللي تكلفت بالطبخ حتى أنها بس كانت تسوي وجبة الغداء بس لأبوي وأبوي كان بحكم شغلة دائما مسافر مسافر ما يجلس بالبيت إذا كان أبوي موجود تطبخ الغداء إذا سافر ما تدخل المطبخ يعني زواج أبوي زيادة زاد حياتنا تعقيد فصرت أحس نفسي يعني آلة تنظيف أمسك ولدها أردت بالبيت بالبداية يعني أبوي قال لي عادي وأنتم بتصيرون أخوان وكذا بس اللي صار أني أنا صرت ملزومة بالطبخ والتنظيف ولدها فتمنيت أن أبوي ما تزوج كنت استحي حتى أني أتكلم وأقول لأبوي الشي اللي أنا أعاني منه ما كان ينتبه لي ما كان ينتبهني أنا صرت من جد أقوم بكل شغل البيت الحالي وأنا في هذا العمر تخيلوا ما كانت أتكلم معاي إلا بصيغة الأمر سوي جيبي أفعلي روحي بس بس كلام عادي ما تتكلم عيالها أصلا ما تجلس معاهم أبدا كل واحد في حالة فأنا كنت أهتم بالصغير مرة تعلقت فيه كانوا يسليني كما أخذ وكتي تعودت عليه وصار هذا وضعي يعني سنة بعد سنة أنا ما أعرف أهل أمي ولا أهل أبوي وأبوي دايما مسافر 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 وزوجة أبوي دايما طلعت مع صديقاتها ما يجتمعون عندنا فأنا كنت بس من المدرسة للبيت ما في أي مكان ثاني ألين يوم من الأيام واحدة من صديقاتي تكلمت عن أهل أمي فقالت أن أبوي ما نعهم يتواصلون معاي وأنهم حاولوا كم مرة بس ما قدروا فأنا هنا انتبهت وقررت أني أطلب من أبوي أني أنا أتواصل مع أهل أمي فعلا يوم من الأيام كذا رجعت من المدرسة وكلمت أبوي بالموضوع ما تخيلوا نعصب كيف قلوا في يوم خير ما قاطعوا بنتهم وهي حية ما سألوا عنها أنت الحين تبوا أنت تواصلين معاهم أنا هنا نهرت جلست أبكي وأحسيت أن حياتي فارغة تخيلوا لا أهل ولا أحد صرت أنا أنتبه فعلا لأن أنا من غير أي أحد ما عندي أهل وزوجة أب يعني ما في بيني وبينها أي علاقة إلا الطلبات والأوامر بس فأبوي رفض أن يتواصل مع أهل أمي طبعا أمي من جنسية عربية ما عندها إلا خالة وحدة بس موجودة بالسعودية الباقي مو هنا فبعد محاولات محاولات أبوي رافض تماما أني أتواصل معاها بأي شكل من الأشكال السبب لأنهم ما كانوا يتواصلون مع أمي وهي حي الله يرحمها فأنا هنا ما كان عندي حل إلا صديقتي تخلي خالتي تيجي للمدرسة وأتعرف عليها لين ألاقي حل عشان أتواصل معاها برى المدرسة وفعلا جات للمدرسة كنت محتاجة أي شيء من أمي أنا صح متذكرتها بس أبغى أي أحد من طرف أمي لأن ما في ولا ذكرى الأمي في بيتنا فأبغى أي أحد من ريحة أمي كنت مرة متحمسة أني أقابلها فكان سلامها عادي كأنها كذا تجا مني حسيت أنه في شيء غاصبها أنها تيجي وتسلم علي وتتواصل معاي حسيت أن هذا الشيء مو من قلبها لأنه فعلا كان سلامها مو طبيعي بارد فأنا وقتها كن ثاني ثانوي كان مرة شعور غريب رجعت للبيت وأنا من كسرة أخذت رقمها وسميتها على اسم واحدة من صحباتي لأنه خبت أن أبوي يشوف الاسم ويعرفها فصرت أراسلها بس كانت تجا مني كل شيء كانت تجا مني كنت وحيدة جدا طبعا تسألوني عن عيال زوجة أبوي ما كان في تواصل بيننا أبدا طوال الوقت كانوا في الملحق أبوي كان مسوي لهم يعني لهم غرف ومجلس وكذا ما يدخلون البيت طبعا لما صرت أنا فارث متوسط أبوي أخيرا قرر أن يجيب عاملة للبيت فخف عني الضغط والشغل ولد زوجة أبوي اللي أنا كنت مهتمة فيه أصلا صار أغلب وقتها مع أمي لما نكبر فتحسون ذات شعور الوحدة عندي بشكل مو طبيعي صح عندي صديقات بالمدرسة بس علاقتنا جدا رسمية ما في أي صديقة مقربة أبدا علاقتنا تنتهي بالمدرسة ما في طلعات ما في جامعات برا المدرسة الين وصلت ثالث ثانوي فحسيتني خلاص أبنجز أبدخل الجامعة تصير حياتي أحسن الين قبل اختبارات نهاية السنة كلمتني خالة أمي إنها بتخطبني لولدها طبعا ولدها موجود بالسعودية وموظف مهندس فأنا هنا صدمت بس حسيت إنه هذا الحل اللي بيغير حياتي كنت مرة خايفة من ردة فعل أبوي كثير خصوصا أنه ما كان يعرف أني أنا تواصل معاها فأنا قلت لها تواصلي مع أبوي والقرار له في النهاية بعد ما كلمتني خالتي بأسبوع جاءت زوجة أبوي لغرفتي كانت تسمعي فلانا أنا بأكلمك بموضوع مرة مهم كانت هذه أول مرة تتكلم معي بهذا الطريقة يعني هذا دايما كانت تتعمد إنها تخلي علاقتنا رسمية وقليل جدا نتواصل مع بعض تقول كذا أحسن المهم جت فاجأتني قالت لي كذا سألتني سؤال قالت أنت تبنت الزوجين عدنا صدمت المفروض أبوي لتكلم معاي مو هي قلت لها والله الشي هذا خاص فيني وأكيد إذا بيصير شي بعد ما تخرج من الجامعة مو الحين أنا توني صغيرة قامت ضحكة ضحكة استهزاء كذا قالت هذا كل وقت بنقول عنك عانس فأنا انصدمت انصدمت من كلمتها قلت الموضوع ذا أصلا مو من حقك إنك تتكلمين فيه معاي هذا شي خاص فيني بيني وبين أبوي فرجاء نقفل الموضوع قالت أوكي براحتك وطلعت من الغرفة وسمعتها تتكلم بالجوال تقول ما راح يصير إلا كل خير أنا وقتها ما كنت أدري هي أساسا من تكلم فأنا هنا نهرت بكي على طريقة كلامها وكنت مرتبكة لأنها أول مرة تكلمني بالطريقة هذه تحسون كانت مشاعر غريبة جدا المهم رجع أبوي من السفر وثاني يوم اتصل عليه قال لي تعالي المجلس رحت له لقيتها جالس هو زوجته قال اسمعي فلانا ترى في رجال تقدم لك وأنا عاجبني بس أبغى رايق قبل كل شي ولازم أنك تستخيرين والبنت في النهاية مالها لبس زوجها والزوج هذا عادي كمليم مع الجامعة هو كان موافق كان يعطيني خبر كان يمنعني الرفض من طريقة كلامي يعني كنت أنا أخاف من أبوي مرة كان عصبي جاف قليل أن يتواصل معي يعني في مليون حاجز بينه وبينه فبس قلت له يبقى من ذا أنا كان ثبالي أنه ولد خالة أمي بس للأسف طلع ولد أخو زوجته عادنا هنا قلت له لا أنا ما أبا أتزوج أنا أبا أكمل دراستي يجلس يقنعني يقنعني زوجته جنبه تقول البنت مهما كان مالها لبس زوجها هو بيخليك تكمليين دراستك ما رح يمنعك كنت كلما أقول كلمة أحس أبوي يعني يقتنع بزيادة كانت مرة تبسط الموضوع في النهاية قال أبوي بيجي وبتجلسين معاه وإن شاء الله أنك بترتاحين أنت استخيري عندك يومين بعد يومين بيجون فبعدها نقرر وإن شاء الله أنك تكونين يعني مقتنع ترى الولد ما عليه الولد عاجبني وما رح أحصل أحسن منه لك أبوي كان مقرر وخالص بس كان يعطيني خبر عشان أجهز نفسي طبعا يومها ما نمت ما نمت من كثر البكي وأصلي وأبكي لين الصباح وأنام من التعب كانت صراحة أبشع يومين لي في بيت أبوي كنت عايشة ضغط الإختبارات وعايشة ضغطة كيد إنه رفض ولد خالتي وما عطاني خبر أو حتى إنه أخذ رأيي فيه وخالتي ما تواصلت معاي كنت استحصة نسألها لإني ما كنت يعرف إيش أسوي يعني إيش أقول لها كنت مشتتة ضايع حس بضعف وانكسار قوي جدا صليت استخار من الضيق اللي أنا أحس فيه صليت الاستخار الغريب إني ما حسيت بأي مشاعر لا قبول ولا رفض ولا أحلام ولا شيء كنت كل شوية أصلي ليلين أنام حسيت نفسي جثة حسيت نفسي فراغ بدون أي مشاعر مشاعري تبلدت ليلين بعد يومين جات زوجة أبوي قالت يلا تعالي خلينا نروح السوق استسلمت للأمر الواقع ورحت معاها فأخذت فستان ورحت للصالون وسويت شعري كان كل شيء على ذوقها حرفيا ما كان لأي خلق لأي شيء كانت تحاول أن أتغير مزاجي تعزمني على مكانة قهوة فيه تلطف الجو فأنا كنت أسلك لها لأنه في النهاية أصلا ما رح يصير إلا اللي هي تبغاه ما كان عندي طاقة ولا قوة أني أعارض أبوي لأنه في النهاية أنا الحالي فكنت ما أخذ الموضوع أن الحياة كلها متساوية في بيت أبوي ولا في بيت الزوج بس كنت متفائلة أني بعيش بجوعيلة وألفة واستقرار بدال الوحدة اللي أنا عايشتها في بيت أبوي جلسنا في كوفي وجلست تتكلم معاي الطريقة أول مرة تتكلم فيها معاي جلست تفهمني إنها تبغى مصلحتي وإنها تبغى للخير مسكت يدي وحطتها بين يدينها يا الله يا جماعة شعور غريب أول مرة أحس إنها تعاملني بحنية كأني بنتها أنا ما كنت أعرف هذا الشعور تخيلوا عمري في حياتي ما أحد مسك يدي كذا عمري في حياتي ما أحد طب طب علي عمري في حياتي ما أحد مسح على شعري تربيت يتيمة والحالي بس كنت متأكدة إن ربي ما حطني بهذه الظروف إلا عشان مصلحتي عشان أصير أقوى عشان أصير أعتمد عن نفسي وأعرف إنه بالنهاية ما لك إلا نفسك فقط طبعا هذا الشيء عرفته لما أنا كبرت جلست تسولف عن ولد أخوها إنه ولد زين وخلاقها حلوة وإنها هي اللي طلبت منه إنه يتقدم لي جلست تسولف تسولف عنه كثير أنا وقتها كنت ملتزمة الصمت حسيت نفسي من داخل إنه اقتنعت فيه بس إني ما بينت لها لأن أنا حلم إني أستقر أصلا وأزوج كنت محتاجة مرة جول عيلة أبغبت في أب في أم في عيالهم لإني انحرمت أصلا من هذا الشيء بس خايف إني أوافق وأكون إني تسرعت لإني صغيرة على الزواج كانت مشاعري ملخبطة كمان أبوي يعني كان مقتنع وعاجب الولد وزوجة أبوي تمدحها وهو ولد أخوها فكنت مرة مشوشة أذكر يوما أنه رحنا محل حلويات وأخذت صينية حلة وشوية أشياء للتقديم كانت مرة مهتمة مهتمة بزيادة تبغى هذا اليوم يكون مميز رجعنا البيت طبعا أنا طلعت غرفتي وهي كانت يعني هي والعاملة يرتبون المجالس والتقديمات طبعا ساعة جت عندي قالت لي بيجون على الساعة السبعة إذا جوا ربع ساعة وانزلي وسلمي على أمه وأخته واجلسي لا تسلمين عليه وحتى لا تصاف حينه فأنا أول مرة يعني نخطب عشان كذا هذه أول مرة أول شوف لي أصلا عشان كذا ما كنت أعرف إيش أسوي فكويس إنها علمتني قلت لها خلاص وكي تمام نزلت المجلس أبشوف الترتيبات وكانت ريحة البخور حلوة والمجلس فخم والتقديمات أول مرة أشوف هذه الأجواء ببيتنا كنت أستغرب أدق التفاصيل مهتمة فيها أما عن أبوي صاحب منصب وعنده خير بس هذا الشيء أول مرة يصير في بيت أنا حسيت شعور غريب والله العظيم ما أنسى الفترة اللي مريت فيها كنت أستغرب كل شيء كل شيء كان غريب علي كنت منسية الحالة في البيت ذا زي الكنب زي اللوح اللي في البيت وفجأة كذا زوجة أبوي تهتم فيني وأبوي داريني ويستلطفني المهم أنه كان كل شيء جميل ومرتب شوي اللي أسمع صوت الجرس وطلع فوق وأحاول أن أشوفهم هم داخلين بيمرون كذا من جنب الدرج لأن باب المجلس قدام الدرج أقدر أشوف اللي يدخلون لكن ما قدرت أشوف وجهه فرحت الغرفتي وكنت مرة مرعوبة ومتوترة ولبست فستان ناعم كم من اختيار زوجة أبوي فستان كذا وردي ماسك على الجسم مساتر طويل يعني أكمام طويلة حطيت ميكوب بسيط وفكيت شعري كان ويفي وحطيت عطر وأنتظر زوجة أبوي بس تتصل فبعد نصف ساعة جت عندي قلت يلا ما شاء الله واش ذا الجمال واش ذا الزين يلا تعالي ننزل فشافتني كنت مرة مرعوبة قلت لي اسمع لي تخافين ترى الموضوع سهل إذا مرتحتي ما رح يصير إلا الشي اللي أنت تبغينه فأنا لما قالت لي كذا خلاص حسيت أنه ريحني كلامها شوي نزلنا تحت للمجلس وقدام الباب على طول أمه وجنبها أخته فدخلت وسلمت والأم كان شكلها جدا راقي حتى أخته سلمت علي ومسكت يدي وقالت كذا سبحان الله مرة تشبهين أمك الله يرحمها نفس الجمال تبارك الله الله يحفظك يا بنتي وأنا هنا تبسمت ما عرف إيش أسوي كنت مرة مرتبكة ورحت سلمت على أخته قالت زوجة أبوي تعالي هنا جنبي جلست بينها وبين أم الخطيب فصار هو قدامي قال لي كيفك فأنا طول الوقت عيوني للأرض كنت أحرك راسي بس كذا أنه تمام ما قدرت أرفع عيوني ما قدرت أني أشوفه أبدا زوجة أبوي قامت توزع الشاي والفطاير ورفعت عيوني بس أبا ألمحه كان طويل فخم جدا بس أحس أني شايفته وجهه مو غريب علي أبدا فشوي قالت زوجة أبوي أبا أتكلم مع أمه لحالنا انت جلسي معاه شوي ونرجع لكم طلعوا كلهم تركوني معاه لحالنا في المجلس قام و جلس بالكرسي اللي جنبي قال لي كيفيك ما تفعله فأنا كنت مرة مرتبكة ما قدرت أرد قال لي بالحرف الواحد اسمعي أنا مقتنع فيك ومنكلمتني أمي وخالتي عنك وأنا أبغاك واستخرت مرتين وارتحت وإن شاء الله أني بسعدك وبأقول لك أحم زوج وبأقول لك أخ والسند بعد الله فأنت لا تستعجرين وخذي وقتك واللي تبينه إن شاء الله بيصير بس والله العظيم يا فلانا إني إنسان زين وما رح تشوفين مني إلا ليسعدك وأعيشك يعيش نفس مستوى عيشتك عند أهلك وأحسن فحسيت براحة حسيت أن الشخص هذا هو اللي كنت أنا أبغاك كنت أحتاجه حسيت أنه مكافأة الحياة لي أنه هدية من ربي لأشعوريا أنا تبسمت فأول شي قلت له أنا أبو أكمل جامع قال وإيش كمان قلت بس هذا أهم شي عندي قال ما رح يصير إلا أنت تبغينه إن شاء الله لكن عندي نقطة مهمة ترى إذا تزوجنا بنستقر بالرياض لأن أغلب شغلي فيها وأنا أرتاح فيها أكثر فبصراحة أنا كنت أشوف الرياض حلم بالنسبة لي كانت مدينة الأحلام حلمي بس أن يعيش في هذه الأحلام بينه وبين نفسي طبعا فأنا مر أمسطت من كلامه شوي ولا زوجة أبوي وأمه وأخته يدخلون قاموا يعني يبغون يمشون قال الزوجة أبوي إن شاء الله ما يصير إلا كل خير وإن شاء الله الرد منكم ونشوف أبوها وكذا وراحوا وأنا قلبي كان يدقه بقوة قال الزوجة أبوي ها ما رأيك فيه قلت عادي قلت يعني ارتحتي له قلت لها عادي وأنا صراحة كنت مرة مرتاحة حسيت أني تعلقت فيه كده بسرعة وعجبت بطريقة كلامه بس شعوري أني أنا شايفته قبل ما أدري وين أحاول أني أتذكر أحاول عجزت مرة اليوم حلو جميل وبعدها بيوم جاء أبوي وسألني قلت للي تشوفه يصير يا يوبا إن شاء الله أنا ما عندي أي مانع قال أبوي عنده سفرة نهاية الأسبوع وبعد أسبوعين بيرجع وأخليهم يجون يخطبون فأنا هنا حسيت أن المدة طويلة مرة بس زوجة أبوي كلمتهم وعطتهم الموافقة لكن الخطبة حتم بعد أسبوعين إن شاء الله فاذكر أن من كثر الفضول اللي فيني أبعرف هذا الرجال وين شايفته رحت أكتب اسمه بقوغين أبغى أي معلومة عنه فعلا طلع لي حسابه في تويتر طلع حساب مشهور جدا كنت أتابعه فهنا ذكرت أنا وين شايفته ما تدخلون صد من اللي أنا فيها إنه معقول أنا أزوج واحد مشهور كذا وأنزل أقرأ الحسابه كله أقرأ التغريدات القديمة أبغى أعرف شخصيته أكثر أبغى أعرف كل شي عنه أبغى أفهمه فعرفت أنه كان يحب وتزوجت بس أنه عادي دم هذا الشي بالماضي ما حيضرني يعني بس اللي عجبني فيه إن إنسان جدا محترم متفتح متقف فرحت سويت لي يعني حساب ثاني صرت أمشي وأرأت وتأمشي وأرأت وتسوي لايكات اللي هو ضايفهم يعني ضايفهم عنده أحاول أتقرب من اللي حوله عشان إذا رسلت يحس بني أنا مو مستقصدة يكون شايفني عند اللي حوله يحس أن هذا الشي طبيعي فعلا بعد ثلاث أيام ناقشني بتغريدة أنا كتبتها فسألني عنها وأنا فعلا ناقشته كنت ضد وجهة نظره فصار بيننا نقاش يمكن عشر دقائق أنا ويانت ناقش فكنت أقول يلا بداية حلوة كنت مبسوطة أبا أفهمه أكثر كيف تفكيره بعدين قال لي عادي أراسلك خاص أبا أستشيرك بشي قلت لوكي تمام قال كيف أعرف إذا البنت مغصوبة علي أو هي مقتنعة بالخطبة أو لا فهنا هنا حسيت أني حسبني أنا مغصوبة علي خبت أني يكنسل الموضوع قلت عادي إذا ما هي مقتنعة ما رح تطلع لك أصلا بالشوفة من البداية ما حت تطلع لك ولا رح تتكلم معاك قال زين قلت يعني أنت مرتبط؟ قال لا بس فضول قلت أجل ليش مهتم يعني تسأل قال لا أبدا بس صديقي توي خطب ويسألني فحبيت أني أستفسر لأني سألت كذا واحدة وما اقترعت بالإجابة بعدين جلس يتكلم عن نفسه وأنا مبسوطة أني عرفته أكثر وأكثر دام السواليفنا يومين وبعدين هو ما صار يراسلني وأنا ما صرت أراسله حس أني اكتفيت خلاص عرفت أشياء كثيرة عنه عرفت شخصيته وكذا بعدين صارت خطبة الرجال ورتبنا المجالس والتقديمات وجوا الرجال للخطبة أبو وأعمامه أخوانه كان مرة عددهم كثير مرة وأنا وزوجة أبوي كنا نراقبهم من الشباك لأن المجالس برة طلعوا الرجال جاء وقال أبوي ألف مبروك يا بنتي حنا اتفقنا على كل شي خلاص هذا الأسبوع هذا الأسبوع بقى تخلصين أمورك أنتي وعمتك يقصد يعني زوجته وعلى الأسبوع الجاء إن شاء الله بتكون الحفلة عائلية أهلنا وأهله كذا فالحمد لله رتبنا كل شي طبعا أبوي تكفل بكامل تكاليف حفلة الملكة لأن أنا البنت الوحيدة له وحب أن تكون من ضمن هدية زواجي أنه هذا هو يرتبها نية طبعا رحت وتم حجزنا للاستراحة والحلويات والاستقبال كل شي حجزت الصالون وأخدت الفستان ألين بقي يومين على الحفلة رحت لأبوي طلبت طلب قلت تكفى يا أبوي أبعزم خالة أمي قال ها بدينة ما لداعي قلت هذا يا أبوي زواج تكفى أنا بتزوج أنا بزورها أنا بتواصل معاها بعد زواجي أبغاها تجي للحفلة قال خلاص يا بنت اللي ريحك بس أنا أبوك تفهمين أن ما فيهم خير لك ولا لأمك حتى من قبلك فتواصلت معاها وعزمتها على الحفلة قالت إذا قدرت أكيد أني سأجي فصار يوم الملكة أنا وزوجة أبوي رحنا الصالون نتجهز فزوجة أبوي كانت مرة مهتمة بكل شي كانت تتواصل مع المنسقين الحفلة تتأكد من إن كل شي وصل رحنا الصالة ورحت للقسم الخاص فيني وجلست فيه طبعا أبوي عازم كل أهله لين جات الساعة ثمانية بالليل والصالة زحمة ما أعرف أحد منهم يمكن ما شفتهم إلا مرة ومرتين بعد وفاتهم من الله يرحمها بدأ التوتر يزيد وعندي مساعدة وعندي العاملة مهتمين فيني فقالت لي زوجة أبوي الساعة تسعة ألبس في الثاني وتوصل المصورة وعلى عشرة أطلع بالصالة للضيوف كان كل الترتيب فخام ويواجه وكنت مرة مبسوطة إن زوجة أبوي مهتمة بكل التفاصيل والترتيبات كان التشديد قوي حتى على التصوير بشكل كبير في كل مكان كان في واحدة واقفة تراقب الضيوف عشان ما حد يصورني وصلت المصورة وأخذت لي كم صورة الحالي فكانت الصور مرة حلمة وأسلوبها مريح وعطتني ملاحظات ونبهتني كيف طريقة المشي كيف إني أوقف جنب خطيبي فهمتني كل شيء عشان ما أتعب من التصوير وأفهم عليها طبعا كانت مرة عسل معي دخلت الصالة وكان الجو مرة مريح والكل وقف لي لما اندخلت حسيت أني الكل مبسوط لي وأنا زادة ثقتي بنفسي خلاص حسيت أني كسرت حاجز الخوف والتوتر اللي بداخلي قاموا وسلموا علي بعض الموجودات يعرفوني يعني باسمهم ويعرفوني بنفسهم يدعون لي مرة كان شعور حلو كنت جدا مبسوطة وزوجة أبوي كانت معاي خطوة بخطوة كانت مرة منتبه لي أخذت لي المصورة كم صورة على الكوشة وكنت أسمع الكلام مرة مركزة معاها جدا كنت مبسوطة لأن كل شيء كان زي الحلم يعني هذه فرحتي الأولى بالحياة وبعدها دخل خطيبي وصافحني وجلس جنبي طبعا حنا ملكنا كملنا تصوير وجات أمه وأخواته وتصوروا معانا كنت ميتة خجل لبسنا الدبال وقطعنا الكيكا وجلسنا ساعة وبعدها طلعنا للغرفة المخصصة للعرساء جلسنا فيها قالت تبدلين فستاني كنت لأنتعشها قلت تمام بس أبا تصور مع أبوي فاتصلوا على أبوي لأن أنا ما كنت عارفة أصلا فين جوالي كلمت أبوي من جواله وجاء وتصورنا مع بعض قال لا تتأخرون بالعشاء وفعلا بدلت فستاني ولبس تعباتي طلعنا نتعشها كان حاجز ومرتب الأوضاع الآخر فرحنا السيارة فتح لي الباب كان مرة مهتم بكل التفاصيل يحاول أن يبهرني فعلا أنا مبهورة جدا قال لي ألف مقروكي عروستي طبعا أنا ما قدرت أتكلم كنت مرة مستحية وخجلانة مسك يدي وأنا قررت تجف غصبا عني متوترة هو يحسبني أني أنا خفت منه قال فاتخافين مني أنا زوجك أنا أمانك وكذا قلت لها مو قصة خوف بس أنه طبيعي شعور غريب قال طيب أبا أمسك يديك لين نوصل للمطعم ممكن قلت أوكي تمام وظل ماسك يديين ووصلنا للمطعم وكان ساكت طول الطريق حسيت أنه زعل يحسبني أني فعلا خايفة منه ووصلنا للمطعم وكان المكاني جنن في مكان خاص لنا ومجهز لنا شموع وورد زي اللي كنت أشوفها في المسلسلات شي مرة حلو كنت طايرة من الفرحة فأول سؤال سألني أنت من حزب الشاي ولا القهوة قلت لها لا طبعا أكيد قهوة قال الحمد لله لأن أنا مدمن قهوة فأنا هنا مبسوطة أنه هذا أول اتفاق بيننا طلب العشا ومشروبات وكذا ما قدرت أكل إن معدتي إذا توتر تعورني فحاولت أني أجامل وقد ما أقدر في الأكل عشان ما يزعني حسبني أني خايفة منه جلس يمدح شكلي فستاني وأنه مبهور فيني من يوم الشوفة أنه ما قدر ينساني ومن ذا الكلام الحلو فكان يسألني عن كل شي أنا كنت أجاوبة ارتحت مرة في المجلسة واختفى التوتر والخجل وأنا كنت أعرف عنه كل شي يعني كل شي كنت أبغاه أعرفه وعنه كنت أعرفه من تويتر طبعا كنت ماخذ راحتي معاو وعارفه الشخصية اللي قاعدة قدامي وقال لي كلمة لين الحين ترين في إذني قال لي أنا حتعرفيني مع الأيام لأن أنا في أشياء بوضحها لك بعدين فخفت منه يعني إيش كلام وإيش الأشياء ذي اللي بيوضحها لي بعدين خلصنا عشا وطلبنا حلو وكان الوقت معاه ممتع وسريع ما حسنا في الوقت أبدا بعدين كذا بعد طلبنا كذا طلعنا ورجعنا للبيت قال لي ترى رقمك معاي حتى أصل عليك بعد شوي تمام قلت أوكي تمام وبس يدي وأنا نزلت البيت فرجعت للبيت وغسلت الميكوب ولبست بجامتي وكنت مرة مبسوطة جدا شوي إلا توصلني رسالة منه كاتب لي فيها نورتي حياتي وكانت أول مكالمة بالجوال بيني وبينه مدتها نص ساعة طبعا كنت ما بغا يقفل ثاني يوم الصباح صحيت كان يوم سبت كان الجو جميل البيت حلو كل ورد في كل مكان وفيه هدايا من المعازيم فجلسنا نفتح الهدايا أنا وزوجة أبوي شوي اتصل علي قال لي صاحية ليش ما صبحت علي بوش دا صبحت علي أنا ما فهمت قال لا لازم أول ما تصحين لازم تخبريني أنك انت صحيتي ارسليلي فقلت أقوله تمام أنا مستغربة صراحة المهم العصر يرجع يدق الجرس يوصني بوكي ورد أحمر وكرت مكتوب عليه كمان نورتي حياتي فعلى طول حطيتها في غرفتي يعني كنت مرة مبسوطة على كمية الدلع اللي كنت عايشة فيها جلسنا تقريبا ملكين ستة شهر فكان هو يجهز بيتنا في الرياض كنت أختار معاه كل شيء أشياء مشتركة طبعا درجاتي نزلت مرة أهملت دراستي لأنني انشغلت في موضوع خطبتي حرفيا تخرجت من الثانوي بمعدن نازل استلمت المهار بدأت أجهز نفسي زرجت أوي كانت تساعدني بكل شيء لين تحدد تاريخ الزواج حجزت مواعيد كل شيء والحمد لله زي ما أبغى طبعا خالة أمي ما تواصلت معاي أبدا فقررت أني ما أبلغها بتاريخ الزواج لأنها أصلا ما جات في الملكة حسيت أنها أصلا مغصوبة أنها تتواصل معاي لين قبل زواجي في شهر تقريبا ناداني أبوي في المجلس هو زوجته قال لا أبوي أبا أتكلم معاك في موضوع مهم ولازم تعرفين كل شيء قبل ما تتزوجي لأن كنتي الحين يا بنتي كبرتي وصرت تعرفين مصلحتك فأنا فهمت هنا أنه بيتكلم عن أهل أمي كنت أنت دراسلا هذه اللحظة من زمان قال يا بنتي أنا كنت مسافر بلد أمي الله يرحمها وكان عندي شغل وأمي كانت موظفة بالمكان هذا وشفتها وعجبت فيها قلت بس هذه الزوجة اللي أنا أبغى طبعا أبوي تزوج بعمر كبير بحكم انشغاله فتواصلت معاها وتعرفت على بعض وكلمت أهلها ورفضوا لأن أنا ما جلس دائما سفريات سفريات حاولت فيهم حاولت أني أقنعهم رفضوا إلا أبوها وواحد من أخوانها كان موافقين أما أخواتها وأمها واثنين من أخوانها كانوا لأ معارضين الزواج أبدا وبالنهاية بنتي ربي كتب وتزوجتها بدون حفلة خطبة عادية بس أبوها وأخوها وكتبنا عقد الزواج وخلصنا الأوراق ورجعنا للسعودية فكانت تكلم أهلها من فترة لفترة أنه ما يبغونها تتواصل معاهم كانت الكلمة الوحيدة على لسانهم تطلقي تطلقي منه تطلقي ارجعي ارجع البيتنا فأنا نهرت بكي يا الله كيف أن أمي عاشت وحيدة حزينة زي حسيت بمشاعرها لأن أنا كنت أعاني منها فقام أبوي قال بعد كم سنة خالتها يتوظف زوجها بالسعودية وبنعرف بالصدفة أنه هنا وبنفس المدينة بس ما تواصلت مع أمك أمك يعني كانت تبغى أي أحد من أهلها فكلمتها وزارتها أخذت لها أفخم الهدايا وللأسف استقبلتها استقبال تافه جاف وتعذرت عن استقبال الهدايا وقالت لها أتمنى أن هذه الزيارة ما تتكرر زوجي ترى يضايق من الضيوف فأمك حساسة الكلام تعبها كثير غير أنها تسافر لأهلها ما حد يستقبلها كلهم كانوا يعاملونها بجفاف وصد فتعبت كثير من التفكير كنت أخذها معاي لما أسافر شغل أبغاها تغير نفسيتها والله يا بنتي أني ما أكدب عليك فكرت أني ننفصل لأنها كانت تعبانة من التفكير في أهلها بس رفضت كان عندها أمل أن أهلها يتغيرون ويرجعون يحبونها بس هي ما غلطت بس اتزوجت بس كان تفكير أمها قديم شوي معقد أنه أنا فعلا أنا زوج صالح ومهتم في بنتهم ومعايشها عيشة حلوة بس كانوا يكابرون حاسين أني حتركها حاسين أني حقبلها في يوم من الأيام إنين جاية بنتي اليوم الحلو وعرفت أنها حامل فيك وهنا كلنا طرنا من الفرحة كنت مهتم فيها وبشرت أهلها أنها حامل على أمل أنهم يتغيرون يفرحون لها بس أبت بدون أي ردة فعل كان الحمل متعبها كثير كان جسمها ما يتحمل والحمد لله ربي تمم حملها ولدتك وكنت مملي عليها الحياة قبل البيت أول مرة أشوفها سعيدة ومرتاحة ومبسوطة إلين صار عمرك بنتي ثلاث سنوات توفت أمها ورحنا للعزة وكل أخواتها وأهلها وقرائبها كلهم يقولون لها أنت اللي ذبحت أمنا أنت السبب في موتها أنت وأنت فأمك كانت يعني تعبت نفسيتها مرة ونهارة وصارت من مستشفى لمستشفى ما أعرف إش اللي فيها انقلب حالها من وحدة سعيدة إلى جسد من غير روح وظلت على هذا الحال لين توفت رحمة الله عليها كانت دايما توصيني عليك تقول لا تعيش عند أهلي حيظلمونا لأنهم حيحسسون بنتي بالذنب أني أنا أتزوجتك فكنت مستغرب من تفكيرهم من إصرارهم على أن بنتهم غلطان رغم أن أبوها اللي زوجها فكانت وصيت أمك لي أني أنا أتزوج صديقتها وأنا نفت وصيتها ويشهد الله علي بنتي أني ما كنت ناوي أتزوج لكن حسيت أن الله كاتب أن هذا الشي بيصير أني أتزوجها عشان تهتم فيك لأنها عارفة كل شي عن أمك وهي أقرب وحدة لأمك فأنا هنا نهرت بكي تخيلوا كل شي عرفته مرة وحدة ونلي سنين كنت ألوم أبوي أني أتزوج بعد بوفات أمي بكم شهر بس قال أنا شغلي يتطلب مني أني أسافر كثير وأنا يا بنتي خفت عليك وعجلت بالزواج عشان أترك بيتك وعندك أحد يهتم فيك أنا بغا أتطمل عليك فجلس زوجة أبوي تتكلم أنها تحب أمي وأنها كانت صديقتها المقربة وهي اللي ظلت تترجاها لو يصير لها شي أنها تتزوج أبوي ياه يا أمي كانت حاسة أنها حتموت رغم ما عندها مرض قوي فكان تعب نفسي أكثر من أنه جسدي الله يرحمك يا أمه فأبوي وقتها ضمني أول مرة يضمني قال أتمنى أنك ما تتواصلين مع أهل أمك لأن ما فيهم خير وإن شاء الله يا بنتي إن أهل زوجك بيعوضونك عن الأهل وحنا ترى موجودين وإنتي بنتي الوحيدة اللي ما لي غيرها في هذه الحياة فأول مرة أحس بمشاعر أبوي كيف أنه كان يعشق أمي أبوي اللي كنت أشوفه جاف وقاسي يا عمري طلع حساس ويعاني وزوجة أبوي قالت لي أنا اخترتك لولد أخوي لأنه طيب ويصلح لك وأنا متأكدة أن ربي بيعوضك عن كل شي أنت ترى زي بنتي بين أربع أخوان وأنا أبغى لك الخير ويشهد الله أني أنا اخترت لك كأني اختار الوحدة من بناتي أنا أبغالك الخير جلست تمدح في خطيبي فهنا حسيت أني كأني كنت ظلمتها وجدا فكنت أشوف فيها قساوز زوجة الأب هذه اللي كانت تعاملني بجفاف وإني أمسك شغل البيت فهمت أنها ما كانت تبقى تحسسني أنها مضايقتني وأنها تتحكم في بيتنا كانت تبقى تحسسني أن البيت بيتي وأن هي ضيفة والصدق أنه من بعد كلامهم هذا حسيت أني نفسي نضجت حسيت أني نضجت فكريا وأنني لازم أفهم كل شيء ما أحكم على شيء إلا أنا أفهمه من كل النواحي فعلا الحياة تجارب وإن شاء الله أني حتعلم من كل اللي مريت فيه في حياتي الله حطني في هذه الحياة وبهذه الظروف سبحان الله الحكمة الله وحده يعلمها وقاعد أقولي نفسي إن شاء الله أني قد هذه الحياة وإن شاء الله أني ربي بيعوضني عن كل شيء بقدته في حياتي رحت الغرفتي ولقيت رسائل كثيرة ومكالمات من خطيبي أنه خوفتيني عليك ثانك فجلست استوعب رسائل وحسيت أنه أوفر شوي أنا كنت أمسك الجوال قليل يعني هذا الوضع غريب مرة علي الاهتمام الزايد من ثاني أو ثالث يوم بدأت أضايق بس قلت يمكن أنه يعني ما يصلح لي هذا الشيء ردت عليه قلت رأي والله كنت مشغولة ماني حول الجوال وفهمت ترى ما أقدر أمسك الجوال كثير فتفهمني الحمد لله قال إن بكرة بنطلع نتغدى مع بعض بره كلنا أهلنا وكذا وكنا مبسوطين مرة إنه الحمد لله أنا كنت مبسوطة أكثر شيء إنه بنطلع ونجلس مع بعض أنا وأمه وأخواته وزوجة أبوي وهو فبدأت أدرب نفسي شوي على جو العيلة اللي كنت انتظره من زمان حتى لو إنه مؤقت لأن حنا بنستقر أساسا في الرياض لكني مبسطت لإني أعيش هذه اللحظة وأستمتع فيها فرحت أنا وزوجة أبوي مع السواق للمطعم وكانوا هم قبلنا والمكان كان مرة حلو جو ورايك طلبوا الغداء وكان مرة لذيذ وكان موجود أمه وأربع من أخواته وأنا وزوجة أبوي وخطيبي الجو مرة حلو سواليفنا وجلسنا نتغدى وحنا مستمتعين بالأجواء الحلوة كان يوم جميل بعدين رحنا مكان قريب كذا للمطعم عشان نتقه هو أنا وخطيبي والبنات وأمه وزوجة أبوي طبعا كلهم راحوا مع بعض فجلسنا أنا ويا نتكلم عن الزواج والترتيبات نختار الألوان أسلوب أخواته كانوا ع السولات كأنهم خواتي مرة مرة حبيتهم فجلسنا تقريبا ثلاث ساعات ما حسنا بالوقت شوي ورحنا نوصلهم للبيت ونتمشى أنا وخطيب الحالنا طلعنا بالسيارة وجلس يعني يقول لي كلام عن شخصيته وكيف يعني نظام حياته قال أنا مهتم بالسوشال ميديا وترى أغلب وقتي عليه وأنشغل مرة عليه وشغلي كله معتمد عليه اعتماد كلي يعني أنا مو مشهور شهرة ضايقك بس أغلب وقتي مع المشاهير أصحابي كلهم مشاهير أغلب وقتي معاهم وحيانا يتطلب مني أني أنا أسافر معاهم فأنا اللي أعرفه إن كنت أشتغل في شركة ووظيفتك مستقرة قالي صح شغلي مستقر لكن بين فترة وفترة أسافر والشركة اللي أنا أشتغل فيها تطلب مني هذا الشي لكن أوعدك إن شاء الله يا قلبي إن شغلي ما هيأثر على حياتنا الخاصة فما أخفيكم انصدمت لأن حسابه اللي بتويتر ما في ولا شي يدل على علاقته بالمشاهير فطلع شغله كله معاهم أغلب وقته معاهم كنت أتوقع أنه مشهور على تويتر بس أنه طلع دائما يطلع معاهم نص يوم يقضي معاهم هذا الشي ضايقني كثير لأنه بصير لحالي أغلب الوقت أحسدني دخل دوامة جديدة من التفكير أنه صاحب يوفر لي كل شيء أبغى البيت وكل شيء يجهز على ذوقنا كان يستشيرني بكل شيء أول بأول وأسلوبه معاي حلو بس فكرة أني يسافر ويغيب عن البيت هذه مرة ضايقتني قلت له إذا شغلك ما رح يأثر على حياتنا الخاصة مو مشكلة ولكن أنا أتمنى أني ما أكون زوجة بس بالاسم ورجعت للبيت هذاك اليوم وجلست مع زوجة أبوي وتناقشنا في الموضوع أنه كانت تعرف طبيعة شغله بس قالت هو يوضح لك أحسن ما حسد أن هذا الشيء يعني بنتي بيكون عائق عظيم عادي أنه ممكن تتعودين عليه فجلست أضيف كل المشاهير اللي أعطاني أسماؤهم باسم وهمي طبعا وأتابع يومياتهم فعلا كان هو موجود بجلساتهم وعادي ما في شيء يعني مرة يستدع الغيرة أو أني أزعل كان مرة محترم فما بقى وقته على الزواج أنا كنت أستعد نفسيا وجسديا للزواج وجهست جهازي كامل والحمد لله خلص كل شيء بس بقي أسبوع ونصف على الزواج صار كل يوم يرسل لي ورد وهدايا وكل يوم رسالة كنت مرة مبسوطة وطايرة طايرة من الفرحة أنه حاب يبهرني بهذه الأشياء البسيطة لما بقى على الزواج أربع أيام جتني رسالة على الجوال من رقم غريب وكانت معاها أربع صور الرسالة تعبتني نفسيا كانت من بنت تقولي عن علاقتها معاه وأنه كان بينهم حب متبادل وصور محادثاتهم برقم الجوال وصوره وهو معاها بالسيارة فأول ما شفت الصور والرسائل والبنت ترجاني أني أنا أتركه وأبعد عنه على طول اتصلت عليه وكلمته قلت له وينك قال لني خلص كم شغلة يعني قبل الزواج والترتيبات وكذا كان مرة متحمس فهديت نفسي ما قلت له أنه يعني فيه كذا كذا قفلت جلست أفكر قمت سويت للرقم حضر وحسيت أنه ما في أحد يعني ما عنده ماضي بس أنه كلام البنت وهي تترجاني أني أتركه سرح أحزني لكن حتى لو أنا تركته مستحيل أني يتزوجها لو كان يحبها أصلا ما كان يرتبط فيني يمكن هي يعني هفوة زي القصص اللي نسمع فيها المهم جاء يوم الزواج وصار وكان الزواج ملكي بامتياز زواج أسطوري كل شي ممتاز كنت خايفة منها ناتجي للزواج وكذا بس كان الدخول البطاقة كانوا متشددين على موضوع التصوير فكان منتبه للنقطة هذه ما يبغى أحد يصورني وأنا كنت انتظرها بزواج بس الحمد لله عدى اليوم وكل شي كان تمام ورحنا للفندق وكان عند الباب بوكي ورد كبير كان لونه غريب برتقالي بس انه كان مميز مرة صح ان الفندق فيه ورد وترتيبات وكذا بس كان الورد يعني حق الفندق أبيض وأحمر ما في إلا بوكي الورد هذا مميز عشان كذا أنا انتبهت له نمنا وصحينا ثاني يوم تجهست وجلست انتظر يصحى صحى وطلب فطور للغرفة وجلسنا نفطر فجلسنا تقريبا في الفندق يومين انتبهت ان الورد البرتقالي ما عده موجود اختفى ففهمت انه منها ما حبت اني اسألة او اني انبهة ان ترى ان انتبهت للورد سكت سافرنا شهر العسل وكان كل شي مميز وحلو كانت سفرة العمر كان ابوي كل يوم يتصل علي كل يوم يتصل علي يطمئن علي وأنا كنت مرة مبسوطة كان يقفل جوالة أغلب الوقت بس يفتحها يرد على كم رسالة ويقفل على طول بس اني ما كنت حابة أضايق نفسي أبدا كنت أطنش كنت أعدي 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 كل شي انما أدقك وخلصنا شهر العسل ورجعنا للرياض وكانت أول زيارة لي في الرياض اللي كنت أحلم فيها حلم عمري انه يكون لي بيت حلو في الرياض وزوج طيب وحنون ومحترم جلسنا أول أسبوع في البيت بدون نطلعه ولا شي يعني عشان كنت أتعود على الحياة معه انه روتين جديد صراحة كنت مستمتعة كان حاب يقربني منه لنتعود على الحياة الجديدة بعد أسبوع من رجعتنا من شهر العسل طلع مع أصحابه العصر وأنا جلست في البيت فحبيت أسوي لي روتين يومي في البيت أسلي نفسي فعلا رتبت جدوى العناية لي والزوجي والبيت كنت أطمئن على أبوي وزوجته كل فترة فرجع زوجي في الليل وقال لي أن أصحابي يبوني يصير تواصل بيني وبين زوجاتهم وحددوا نهاية الأسبوع أنه نجتمع في بيت واحد منهم ويعني بيصير لي علاقات وصداقات فارح طلبت شوكلت وورد وكذا وصلني للبيت ولبست أفخم شي عندي وأغلى الإكسسوارات شديت حالي حتى في الكشخة لأني ماني عارفة وماني فاهمة طبيعة حياتهم أنه أنا أبغى أكون بيرفكت فطلعنا بعد صلاة العشاء وجلس زوجي يعرفني بأسماءهم اللي اسمها كده ترى هذي زوجة فلان يبوا يعطيني خلفية عن موجودات معانا وصلنا البيت ودخلت يعني قسم الحريم واستقبلتني صاحبة البيت وترحبيني كانت رحيب قوي دخلت للمجلس وكانت تقريبا فيه ثمان بنات دخلت سلمت عليهم كل ما أسلم على واحدة تعرفني على نفسها في منهم مشهورات سناب بس ما يطلعون وجيههم المهم جلسنا مع بعض نتعرف على بعض وكل واحدة تسولف عن شغلها وحياتها وكيف نام ونظمة وقتها فكانت السواليف ممتعة جدا كنت متحمسة لسواليفهم أخذنا أرقام بعض الخاصة عشان نبدأ الطلعات ونجمع من غير زواجنا في أماكن عامة وبرضه في الجلسة في البيت فجاءت بالي فكرة أني أبدأ أسوي حساب شهرة زيهم المهم تعشينا هذاك اليوم ووقت العشاء طبعا قالت صاحبة البيت أن العشاء على شرف زوجة فكانت استقبالها مرة حلو كانت محترمة طول الجلسة كنت مستمتعة بكلام كانت عسل عسل كل الموجودات أسلوبهم حلو كنت مرة مبسوطة أنه على طبيعتهم ما حسيت نفسي غريبة أبد لين جت الساعة 12 اتصل زوجي قال يلا نمشي استأذنت منهم ورحت فرحت مع زوجي سألني ها كيف الجمعة فكنت مبسوطة وأسولف له ومتحمسة انبسط مرة أني ارتحت للبنات وصار عندي معارف جرس يقول لي يعني سوالف عن كل واحدة منهم كيف طبيعة حياتهم وكل شي عنهم قلت اسمع أنا بسوي حساب أبصير زيهم كان مرة متردد قال لا بشرط وجهك ما يطلع ولا صوتك أنه طيب ليش أنا بسولف ومن الصوت أصلا ما رح أحد يعرفني قال لا صوت ووجه ولا حتى اسمك الصريح حطيلي كاي لقب أو أي اسم شهرة فانا عصبت مرة منه كان هذا أول نقاش يصير بيننا قلت له ليش أنا بحط اسمي بحط اسم عائلتي وانت بكيفك قال لا أنا مو راضي عنك ومستحيل أني أوافق لو توصل أنك تروحين بيت ابوك وانت بكيفك يعني أنك توافقين على شروطي أو روحي بيت ابوك أنا ليه أسبابي الخاصة قلت ليش ليش كذا تعقدها أديني مبررات الوجه ما بيطلع خلاص أصلا عشان أنا ما تضايقني في الشهرة في الطلعات وكذا والصوت ممكن أنه أبرر لك غيرة وكذا عذرك فيه عادي خلاص مو مشكلة ما بطلع صوتي بس خير حتى الاسم ليه يلا الحين أقنعني ولا أقنعك مارضة كان يكرر بس دي شروطي وانت بكيفك وكذا رجعنا البيت وبدل ملابسه ورح نام في الصالة جلسنا ما نكلم بعد أربع أيام ولا حتى ناكل مع بعض كان يطلع العصر ويجي الساعة 12 يجلس بالصالة لين ينام فمرضة ضايقت من أسلوبه كيف يكون جاف إذا زعل ولا يحاول يبرر لي ولا يفهمني فرحت لقلت له تمام خلاص أوكي بحط لقب وضبط لي الحساب وكل شيء لني يعرف بهذه الأمور كثير فاهمني على كل شيء وخلاص يومين ورجعنا نتكلم طبيعي وعلاقتنا رجع تصير زي أول بالصراحة أنا كنت زعلانة على طريقته إنه طريقة زعل وكيف إنه إذا زعل ما يرضى إلا اللي يصير اللي هو مقتنع فيه فصرنا نجتمع أنا والبنات وبدأت يصور يومياتي وطلعاتي والبنات تساعدوني بالشهرة بدأوا ينشروا الإسناب وبدأ حسابي يكبر ويكبر بس حس إنه نفسي مجهولة كل البنات حطات اسمائهم واسماء العيلة إلا أنا لقب بس قلت يلا مع الوقت راح أحطها حيتقبل إذا حطيته يعني قدام الأمر الواقع فبعد ستة أشهر حملت كان زوجي مرة مبسوط ويوم من الأيام كنت سهرانة أشوف سنابات أصحابه فحصلت المتابعين طالبين سناب زوجي وحطوه رحت أضفته من حساب واهمي ما كنت أعرف إنه عند أصلا سناب مشهور أبداً ولا كان يتكلم عنه وشفت سناباته وطلعاته ويومياته الشي اللي فهمته إنه مو متكلم ولا جاي بصيرة إنه متزوج فصار شغل الشاغل سنابات زوجي يسهر عليها يومياً هو مو عارف إنه أنا ضايفته لين يوم من الأيام مصور هدايا واصلته فانتظرت أن يرجع البيت اسماء كان يجيبهم معاه ما يتكلم عن هذه الأمور عندي أبداً ما فاتحته بالموضوع أبداً فصار يوم جمعة البنات فحبت أني أفتح الموضوع معاهم أبشوف كيف زواجهم مع الشهرة في بعضهم عادي الناس تعرف إنه متزوج وحده منهم تقول الهدايا توصل لين البيت عادي فجلست تتكلم كيف إنها تغار وزوجهم ومعبر غيرتها فأنا رح أصبر ما أتكلم معا بالموضوع بس إنه إلي متى أنا مصدوماً كل واحدة أحلمنا الثانية أخلاق وخلق ولبس كانوا أنيقات جداً ليش أزواجهم ما يحترمونهم يحترمون العشرة ليش ما يحترمون غيرتهم كان ده الشي متعبني جداً كنت كل يوم أفكر فيه في يوم من الأيام قلت لزوجي فلان ترى طلعت لي سناباتك حركات طلعت مشهور وتوصل لك هدايا وينها ما أشوفها طبعاً أنا تكلمت معا بأسلوب مزح فان صدم مني قال ها آه إيه هدايا إعلانات وصداقات قلت تمام عادي يجيبهم حياتي وصورهم هنا زي صديقك فلان وفلان ترنت متزوج وعندك بيت يعني عادي تفتحهم في بيتك وتصورهم أنا كنت أبغى يبين للناس إنه متزوج قبل ما أولد فشوي شوي تقبل هذا الشي صار يصور عندي في البيت شيئ خفيفة يعني مو حاب أن يوضح إنه أصلاً ذا بيته وبيوم من الأيام أخذت جواله هناك وفتحته فكانت هذه أول مرة أمسكه فيها فنزلت في حساب وصورت يوم الزواج وكتبت يعني كم كان لنا متزوجين يعني كم صار لنا متزوجين نزلتها بسناب وعام وحطيته صامت وعلى الشاحن ورحت نمت عادي صحينا الصباح فطرنا وطلع أنا جالسة كذا شوي ما مدى عشر دقائق ربع ساعة إلا دق علي اتصل قال أنت وش سوتي؟ طبعاً سويت نفسي أني ما فهمت رجع البيت نار وشرار معصب أنه كيف تتجرئين كيف تمسكين جوالي أنت من سماح لك أنت كيف تنزلين الصورة سكت أنه مو من حقك تعصب على شي كذا جلس يصارخ ويهاوش قال أحمدي ربك أنه كنت الحين حامل ولا والله كان عرفت كيف أربيك قلت وكي طلعت شخصيته الثانية أنه خلاص يلا ها عرفوا أنك أنت متزوج وما رح يتغير شي بالعكس ترى بيزيدون المتابعين يمكن ينقصون اثنين ولا ثلاثة ما تضرك ففهم التلميح عصب مرة طلع من البيت معصب فأنا يومها خلاص تعبت أتصل عليه أتصل ميرد خبت أني أسقط البيبي لأن خلاص الألم صار مو طبيعي فكلمت واحدة من البنات وجات وصلت إلى المستشفى وجلس ثلاث ساعات والحمد لله كان تعب يعني من كثرة الزعل البيبي الحمد لله سليم وزوجها رح كلم زوجي وعطاه خبر أني أنا بالمستشفى جاء عندي وراح صديقتي فكان جالس بجنبي ما يتكلم طمن على البيبي وطلعنا ورحنا البيت بدون ولا كلمة معي ففهمت أنه إذا زعل يعاقبني بالتجاهل وأنه رح أنا عامله بالمثل جلس يعني ما يكلمني تخيله ثلاث أسابيع أحصل يحاول لي مصروفي يجيب أغراض البيت العامل اللي ترتبهم كنت أروح موعد المستشفى الحالي كان أول حمل لي أول بيبي كنت أتمنى أن يكون معي بكل دل الأشياء وللأسف كان يتجاهني كان أغلب وقته بالصالة أنه أنا ما رح أبدأ بالصلح أبداً هو اللي لازم يراضيني فحسيت نفسي نهرت من تجاهلة وأنه أول بيبي له على الأقل يجي يقول لي شيء يطمن علي أحس أن الزعل مرة طول صرت حتى يعني ما أطلع مع البنات من كثر التعب النفسي اللي عايشني فيه لما صرت بالشهر الرابع عرفت جنس البيبي تركت له في المجلس صور سونار مع شراريب كذا لونها أزرق عشان يعرف أنه ولد ما حبيت أني أحرمه من هذه اللحظة حتى لو أننا مزاعلين رحت لغرفة النوم ووصل فكنت انتظر أنه يجي عندي جلس ساعتين بعد أن طلع من البيت شوي ويرن جرس البيت وصلني بوكي ورد كبير ومعه كرت مكتوف فيه أحلى ماما في الدنيا وانا نهرت بكي أنه طيب ليش؟ ليش أنت ما جبت لي بنفسك؟ ليش مرسلة؟ كان بيكون الشعور أجمل فهذه كانت ردة فعلة الأولى أنه أرسل وردي على الساعة عشرة تقريبا رجع البيت أنا كنت جالسة في الصالة جاء وجلست جنبي وساكت شوي بدأ يسألني عن حوالي أنه كيف الحمل جاوبت بجفاف لأنه أصلا ما حاول أن يراضيني كان يجامل في الكلام قال أنا بعد يومين عندي سفرة وبجلس أسبوعين ما راح أطمن عليك هنا أنا باوديك عند بيت أبوك لينا أرجع قلت له تمام هذا الشيء ناسبني كمان لأن أنا خلاص تعبت من أسلوبك معي سافرنا ونزلنا بيت أبوي أنا والعاملة وهو جلس تقريبا نفس ساعة ومشى فجلست عند أبوي وزوجته زوجة أبوي كانت مهتمة فيني بعد يومين اجتمع أخوات زوجي عندنا وجلسنا ثواليف وسهرة وأرجع لغرفة اللي كنت أشوفها وحيدة وحسيت إن الحين أكثر وحدة من أول زوجي تغير علي مرة عشان بس حطيت صور الزواجة طب إش اللي زعلوا لهذه الدرجة كنت أسهر على سناباته وأصحابه أدور أي سبب يخلي يزعل من يعارفه كنت أعلق على كل سنابة من سناباته من حساب وهم ينتظر ويرد ما كان حتى يقرأ رسائلي حاولت أن يتواصل معه من أي طريقة تذكرت حسابي بتويتر اللي تواصلت معه فعلى طول رحت دخلته لقيته مرسلي قبل ثلاث أشهر موجودة ردت عليه إنه أعتذر منك أنا كنت مضيع الباسورد قال لي قدر أكلمك صوت قلت له ما أقدر لكن أشفيك في شي مضايقك جلسي فضفض لي من الضغوطات وإنه تعبان نفسيا وإنه معارف هوش يبغى وإنه مشتت ومن هذا الكلام زرست أهدي وأخليه فضفض قال لي إنه مسافر عمل ثلاث أيام وراجع طيب هو بيتركني في بيت أبوي أسبوعين ليش؟ وقال لي مسافر أسبوعين أوكي؟ المهم جلسنا نسوالب بالساعات وادخل الواتس مرسلي طمنيني عليك على البابي فكنت أرد عليه تمام كانت هذه رسائله بسمعه بس طمنيني طمنيني فأنا هنا تجننت إنه أبا زوجي يرجع لشي يغيره من تزوجنا كانت هذه الثاني مشكلة الأولى عشان اللقب والثانية لإني نزلت صورته بالزواج بالسناب ما في سبب إلا إنه خايف إنه واحدة تعرف إنه متزوج ما في أي سبب ثاني لو يلفوا يدوروا كده ما في إلا هذا السبب فرحت رفعت الحظر عن الرقم اللي راسلني قبل الزواج اللي كانت تترجاني إني أتركه لها بس إني ما كتبت لها ولا شي جلست راقب دخولها للواتس ودخول زوجي يعني كلهم متصل الآن مع بعض وساعة نومهم متقاربة الصراحة كان شعور قذر شعور متعب جدا وكانت واصل معي على تويتر يعني زوجي لعب إذا أنا عرفت واحدة راسلتني واتس ويراسل تويتر ومتزوج أجل في غير أنا كثير فبديت أقرف منه صرت أخفف دخولي أصلا تويتر صار يقولي إنه مرتاح لي وإنه حاب يطور علاقتنا وإنه مستعد يوظفني بوظيفة براتب ممتاز فأنا جيت معا بالكلام قلت لأنا مبسوطة وكنت أدور عليها أصلا من قبل قال طيب وش رايك بكرا تقابل في مكان عام وتعرف عليك أكثر وأكثر قلت لأ بدري أجلها شوي لأن أنا أصلا وقتها ما كنت في الرياض فبعد أسبوعين بالعد جاء البيت أبوي ورحت معا كان يسوي نفس النتو وواصل من بره وجلس يسولف لأبوي على السفرة وأنا سائرة ندري إنه كذاب أعرف كذبة رحنا للرياض وصار يسولف معاي طبيعي وناكل مع بعض أنا أحس نفسي خلاص قرفانة منه صار جوالة يدق يعطي مشغول يدق يقول شغل شغل ناس تبيني أخلص لها شغالها أنا خلاص معا صرت أثق فيه أبدا ندري إنه كذاب أدري إنه لعب فمستحيل أرجع أثق فيه صرت أشغل نفسي في الطلعات تجهزات البيبي كانت العاملة معاي أول بأول فصرت أراسل تويتر يسولف لي عن يومه وشغله فقلت له خلاص اسمع ترى أنا بشوفك هذا الأسبوع كان مرة متحمس مرة فمصور سناب مرة من المرات مصور سناب إنه في مكان كنت أنا قريبة منه فرحت أشوفه بس مع مين جالس كان جالس مع مشاهير كنت أشوفه يعني بنظرة إنه شخص مميز مثالي محترم جدا والله يا جماعنا الحين ما أشوفه إلا شي قدر لععاب فاجت معنا مع البنات وجلسنا نسولف وتكلمنا عن خيانة الأزواج بشكل عام كل واحدة فيهم تقول قصة خيانة بطريقة مختلفة وإنها سمعت بالقصة ولا صارت يعني مع وحدة تعرفها ولا ولا بس أنا حسيت إن كل واحدة كانت تحكي قصة خيانة زوجها مع شوية تعديلات عشان تبعد الشوهة عنها فأنا فهمت كلامه فإذا زوجي في مجال الشهرة أنه الخيانة الطبيعية مستحيلة تقبل أعيش مع شخص مو مكتفي فيني خصوصا إن أنا بأول الطريق أنه لي ما تكون حياتك واضحة للناس تعيش بسلام بدون لف ودوران والأهم من هذا الشي إنك مو مكتفي بوحدة ولا ثنتين حرفين كنت تجمع أكبر عدد كان جوالة ما يهدى يحطه صامت كان جوالة يعني شغل 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 جوال سناب وغير جوالة حقته علاقات من كل مكان مو صداقة لا يعيشهم وهم الحب يعيشهم قصة وهمية وكذب طب ليش فأنا عند البنات أرسلي على تويتر متحمس لشوفتك بعد يومين أتصل علي أنا كزوج تياني قال أنا نصف ساعة وأكون عندك فعرفت أن هذا الشخص مستحيل يتغير يعني تخيل ومركز في كل العلاقات بطريقة قذرة ودعت البنات ورحت معاهم ومسك يدي أنا هنا ما حسيت ولا إحساس كانت يديه باردة بدون مشاعر كنت بس مرخية يدي له قال لي فيك شي قلت لا بس فيني شوي التعب رجعنا لبيت وماني حابة أصلا أني أظل معاه في نفس الغرفة ولا حتى في نفس البيت قلت ما فيني نوم رحت سهرت بالصالة وكان يراسلني تخيله تويتر يا الله عجزت أرد عليه قرفانة منه أحس أني كرهته كيف كنت يعني سبحان الله أشوفه كيف صدق صدق أن المظاهر خداعة للناس كلهم كنت أشوفه شخص محترم وطيب وحنون وكان مهتم فيني كان يداريني حتى من يوم الشوفة ثاني يوم الصباح كان عندي موعد ما قلت له رحت مع واحدة من البنات سألتني أنه ليه ما رحتي مع زوجك زي هذه الموعد وكذا حلو أن يكون زوجك معاك فقلت لها كارهته بحكت قلت هذا الوحام يعني عادي يا بنتي ترى كلنا نمر فيه فاتسامت قلت يمكن المهمة طمنت على البيبي وجلسنا في مكان نسولف فيه كان نفسي أني أفضفض لأحد وأتكلم بس عجس كنت خايفة أنه لا رح يفهمني سكت ورجعت للبيت فصار ثاني يوم قلت لزوجي اليوم أنا بطلع مع البنات قال أنا كمان عندي شغل ضروري مرة تجهز وطلع وأنا تجهز فحصلته مرسل في تويتر اسم المكان وأنه بيأخذه يعني مكان بعيد عن الناس لأنه خايف من التصوير وكذا فندري يمكن ببالكم يجي تفكرون مشهد مموسلسل والله العظيم يا جماعة إني طبقت هذا الشي بالحرف أبغى أحطه قدام الأمر الواقع قدام أفعاله أخليه يواجه تخبيصاته طلت السيارة ووصلت للمكان وشفت جالسة على الطاولة طبعا كان مكان عام وأنا ما أتغطى أصلا فرحت لو جلست معاه طال وين صدم ما تتوقعون كيف صدمت عمره طالع فيني كذا كالوجابك وين طرحتي قطي شهرك فكانت أول مرة أطلع معاه في مكان عام وفي الرياض كان خايف مرة أن أحد يصورنا قلت له ما راح أقول أنت بتظل جالس ونتكلم عن كل شي في وجهه قام يقلب ألوان طيب نروح نقوم يقوم نروح المكان يعني ما في ناس ومن ذلكلام قلت لا لا هنا حلو قابت المكان مرة حلو قال أنت وشجابك هنا قلت الله ليش أنت مناديتني أنا ترى فلانا فحاول ينكر قلت له ترى رسائل عندك وعندي تويتر بيننا أدخل وأقرأ ولا تحب أني أرسلك الحين من تويتر صورة مباشرة فصر ساكت حاولي أرقع الموضوع قال هذه غلطة وأنا مدري إيش فقلت أوكي وفلانا اللي تترجان أني أترك يوم الزواج وصورك معاها ورسائلك وبوكل ورد البرتقالي والاتصالات والرسائل لكل فترة وأنك ما تبغى أحد يعرف أنك أنت متزوج كل ذا ليه أول مرة أشوف ضعف زوجي يعني كان يمسك نفسي كذا بالغصب أنا تحملت كل شيء عشانك وتقبلت كلامك كله طبعا في أحداث كثيرة ما قدرت أذكرها لأن توضح شخصيته أكثر قال وعدك أنها ما تتكرر قلت له بس خلاص أصلا ما فيها تكرار هنا نهاية قصتي معاك أنا ترى مجهز أغراضي وكل شيء اليوم بيتك أنا ما أنا نايمة فيه أنا بنام ببيت أبوي قال أوصلك البيت قلت لا 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 أنا عارف أدبر نفسي رحت مع السواق اللي وصلني للبيت ومن البيت للمطار ورحت والله بيت أبوي ورسلت الرسالة طبعا وننتظر بس ورقة طلاقي فرحت لأبوي كنت على أحر من الجمر يعني خلاص كنت على آخر مراحل تماسكي فانهرت بكي وطحت في المستشفى يومين من كترة تعب النفس اللي أنا عشته وكانت واصل مع زوجة أبوي قالت البنت مستحيل أنها ترجع خلاص هي تنتظر بس ورقتها فالحمد لله أنا الحين رجعت لبيت أبوي بديت أكمل جامعة عندي أجمل ولد في الحياة ملي عليه حياتي كلها فهمت أن المظاهر والشخصيات والناس مخابة مو مظاهر لأن بالغالب المظاهر خداعة فنهاية قصتي معاني أنا انفصلت عنه لكن لين الحين متواصلة مع أهله إذا يبقى يشوف ولدي يروح بيت أهله لأن ولدي دايما يروح عن جدته فأنا الحين الحمد لله سعيدة أكثر مرتاحة أكثر وأتمنى له سعادة أبدي ما أتمنى له الشر أبدا ويكفي بس أني أنا علاقتي مع أهله الحمد لله كويسة وهذا الشيء اللي طمني كمان على ولدي إذا رح له فإلى هنا أنتظ قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله